مدينة بول حضرة ولاية البحيرة هي المحطة الرابعة وقبل الأخير لوفد لجنة الدراسات والإعلام لكوادر حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذي يتجول هذه الأيام بعدد من مدن ولايات وسط وغرب البلاد لحث مناظلية الحزب بأهمية الإحصاء البيومتري وشرح النقاط المتعلقة بالمراحل الانتخابية المقبلة لا سيما الاستفتاء الدستوري هذا وبعد أن استقبل الوفد من قبل مناظلية الحزب في مدخل المدينة توجه إلى مكتب حاكم الولاية الجنرال جبرين راتو باعتباره المسؤول الأول عن الولاية ليختاره بهدف البعثة التي جاء من أجلها إلى حضرة ولاية البحيرة الأمين الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالولاية أباكر آدم بدن بامي أكد للوفد أنهم سيبزلون بما بوسعهم لحث الناخبين على أهمية التسجيل البيومتري وعليه خاطب رئيس الوفد محمد المستور المناظلين وأكد لهم أن المرحلة الانتخابية المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق الهدف المنشود شد حولكم الناس اللي قاعدين في الجزر داخل في الإيل في الوديان في أي مكان وصلوهم عشان يشولوا الكرتة الإلكتيردي لأنهم باكر هم بيختاروا الناس بما السلوم سواء في البرلمان أو في المجالس المحلية وشدد عضاء الوفد على ضرورة توعية الناخبين حول مراجعة السجل الانتخابي بجميع مناطق الولاية لتنجز فرق الإحصاء خلال الفترة المحددة مهمتها بشكل جيد